معي عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور معتز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري لبحث الأمنية والاستراتيجية الخبير العسكري والاستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور معتز إذن نتحدث عن كيلومتر مربع هو الذي سيحسم المعركة عسكريا عندما نتحدث عن هذه المساحة القليلة جدا يكون الحسم مرهونا بماذا؟ طبعا تحياتي لك يا مناسبة العيد والأخوة المشاهدين العزاء الحقيقة الحسم يعتمد على الوضع المكاني لتحرك القوات العراقية بكافة الصنوفة في هذه الأمتار الباقية وأيضا التي تعيق أحيانا تقدم القوات العراقية من ناحية وجود الانتحارين وناحية تفخيخ المنازل وكذلك الأزقة الضيقة التي لا تزال هيكل العجلات المفخخة وكذلك ومئات الأطنان من الأتربة وتكديس الحجارة تعيق كلها تقدم المشاهد في هذه البقعة إذن نحن أمام عمليات نوعية في حرب الشوارع تختلف عن عملات السابقة صحيح ولكن قطع الشوط الأكبر أو الجانب الأيسر بالموصل القديمة قطع الشوط الأكبر الذي كان منذ البداية نتحدث عن هذا الموضوع جغرافية المختلفة الأزقة الضيقة أنه حرب شوارع ستكون في هذه المسافة القليلة جدا بالمساحة هذه عسكريا ما المنتظر يعني العسكريا كما يتحدث القادة ورأيهم بالجزء الباقي وهو الجزء الذي يعتبر مهم لتحرير هذه المدينة ورفع العالم العراقي في هذا الجانب المهم خصوصا المسألة تحتاج إلى توقيت معين خصوصا المعارك توجهت إلى المعارك في الليل وليس في النهار لغصب العدو على جعله دائما في عدم قدرته على الانتباه عدم قدرته على توجه النيراء القوات العراقية والقنص كذلك لا تنسين المنطقة كلها مظلمة يحتاج إلى دراية كبيرة بهذه الشوارع إذن نحن أمام فترة ليس محدودة في القضاء على هذه الزمرة المتبقية بحدود أربعمائة وخمسمائة مقاتل من مسلحي داعش أيضا لا نعطي جرحة أو قتلة من قبل قواتنا في تسرع أو في هجم مباغته يتعرض بها أبنائنا إلى مفاجئة من قبل العدو ومن قبل هذه المسلحين لأننا دائما ننظر في عين الاعتبار أن عدونا تمرس على المفاجئة والمبادئة في مناطق سابقة ولا نعطي خسارة في هذا الموقع الباقي ما الذي يمكن أن يكون بجعبة داعش بهذه المرحلة الأخيرة والحساسة؟ طبعا كل الأمور القيادة متيقظة وعارفة بأسلوب المسلحي داعش وهي محتاطة بعدم التضحية وعدم كذلك خسائر جديدة وأيضا التمييز بين القتال الذي يعتمد على السرعة والمبادئة والقتال في موضوع حرب الاستنزاف وحرب المشات إذن نحن أمام تقريبا مشاكل عسكرية تحل في تقدم القوات البطيء وليس السريع على حساب قدرات الجيش العراقي المكتسبة سابقا وعلى حساب قوة النيران التي تأتي من العدو إذن قياس القوة يعتمد على هذه المبدأين في التقدم وحسم المعركة وأعتقد الاستعجال والسرعة ليس في ذهن القيادة العراقية في الوقت الحاضر في تغيير في الاستراتيجية لا أعطي خسار ونعطي كذلك للعالم هذه الصورة نعم في تغيير بالاستراتيجية القوات العراقية يوما بعد يوم كلما اقترب حسم المعركة يعني نقطة مثلا لذكرت قبل قليل تكثيف الهجمات بالليل بدلا عن النهار أم هذا معتمد منذ بداية هذه المعركة الموصل القديمة تفضل لا عندما وصلت القوات العراقية بعد تحرير مجمع الشفاء وصلت إلى هذه النقاط الأساسية والاستراتيجية في هذه الزقة الضاقي اختلفت عن المعارك السابقة والاسلوب القديم الذي يعتمد على الكر والفر في النهار والليل ولكن اعتمد هذه الصيغة الجديدة هي محاربة العدو في أوقات الليل والفجر ونواغته وكذلك جعل دائما بحالة من التعب والإرهاق الذهني والتشويش الذهني من قوة الضربات العراقية لا ننسى الحرب مفتوحة للجانبين ولكن الذكاء الميداني يعتمد على قدرة القوات العراقية بإسكاة النيران المقابلة وكذلك تقدم خطوات وأمتار إلى الهدف المقصود بتحرير هذه البقية الباقية من هذه الأمتار بخصوصاً باتجاه النهر واتجاه كذلك تحرير هذه الأماكن التي يتواجد بها بعض المئات من السكان المصالوة شكراً لك عبر أقمار صنعياً بغداد كنت معنا دكتور معتاز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري لبحث الأمنية والستراتيجية خبيل استراتيجي والعسكري ترجمة نانسي قنقر